مواجهات محتدمة في تعز وفي جبهات عدة في المحافظة غير أن أعنف تلك الاشتباكات تتركز في ريف المحافظة تحديدا في مديرية مقبنة حيث يخوض الجيش الوطني والمقاومة الشعبية قتالا عنيفا مع الميليشيا تؤكد المصادر أن المواجهات أدت إلى استعادة الجيش السيطرة على مواقع جديدة في المديرية أهمها جبل البرادة بعد هجوم المزدوج لقوات الجيش من منطقتين الكدحة والوازعية إلى ذلك عمدت الميليشيا المتمركزة في منطقة الكعوش بعزلة الأحكوم إلى قصف منازل المواطنين في قرى نجد البارد والأسنوم ومناطق أخرى واقعة بين سوق الربوع وهجة العبد قصف أدى حسب مصادر محلية إلى إلحاق الضرري بمنازل المواطنين هناك وتعمد الميليشيا إلى تكثيف قصفها المدفعي على منازل وممتلكات المواطنين في محاولة منها لتعويض خسائرها على الأرض في المنطقة خاصة مع التقدم الذي تحرزه قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مديرية المخى